تعلق بقضية سكب الماء الحار الماء الحار على نوعين ماء حار دافئ دافئ اللي يغتسل فيه الناس هذا طبيعي ما في أي مشكلة وفيه ماء الحار الذي يصل إلى درجة الغليان درجة الغليان ما عندنا نص لا في قرآن ولا في سنة ولا في قول من يعتد بقوله بعد قول المعصوم صلى الله عليه وسلم مثل الصحابة الكرام ولا في قول أحد من أهل العلم المعتبرين على أن سكب الماء الحار أنه في نص أو دليل ما فيه لا نص ولا دليل وإنما يقولون هذا بالتجربة مثل ما حكى هذا كثير من أهل العلم والنظر من هذا التحقيق قالوا بأن من الناس الذين أصابهم مثلا نطق الشيطان على ألساتهم وقال أنا هذا نلت منه أذى سكب الماء الحار في الحمام الماء الغليان اللي يغلي درجة الغليان سكبه في الحمام فآذاني أو آذى شيء منها هذا ذكروا في الكتب طيب حتى قال يعني بعض الرقات يقول فقلت له وما يدري أنك أنك في الحمام قال لو قال بسم الله ما ضرنا ولا ضره لو قال بسم الله ما ضرنا وما ضره ولذلك أي إنسان الآن عنده ماء مغلي حار درجة الغليان يريد أن يسكبه يقول بسم الله ما يضر الشيء ولله الحمد والمن بسم الله ما يضر الشيء وممكن حتى لا يسكبه في الحمام يسكبه في مكان آخر لكن ما عندنا نص يا أخت الفاضل هذا إنما مرده التجربة خاصة مع الرقات الشرعيين ذكروا هذا الكلام ولذلك أخت الفاضلة أما الماء الساخن الدافئ هذا ما لا علاقة هم يتكلمون عن الماء الذي وصل إلى درجة الغليان بارك الله فيك يا أختي أم معاد